في ظل انتشار التطرف والإرهاب في العالم بشكل متزايد في السنوات الأخيرة يحاول حكماء الشرق والغرب عبر الحوار إيجاد طرق لمواجهة خطابات الكراهية في جونيف سوسرية افتتحت الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب دعا خلالها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى تدشيني مشروع إنساني عالمي متكامل من أجل نشر السلام في كافة ربوع العالم والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش المشترك وشدد شيخ الأزهر على ضرورة صنع السلام بين رجال الأديان أنفسهم وبينهم وبين المفكرين وأصحاب القرارات المصيرية معي عبر الهاتف من القاهرة أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر الدكتورة آمنة محمد نصير مساء الخير أهلا بك معنا سيدة آمنة كنت قد دعوتي مرارا وعبر هذا المنبر تلفزيون الآن سيدة أمينة آمنة بمثل أهمية مثل هكذا ندوات ودعوات وما إلى ذلك كيف تتابعين اليوم هذه الدعوة لمشروع من قبل شيخ الأزهر لمشروع عالمي لمواجهة خطاب الكرهية وأهمية خاصة في هذا الوقت الذي تمر به المنطقة العربية تحديدا مساء الخير عليك وبسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة القضية لها أبعاد كثيرة أولا أنا أود من عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي أن يتصالح مع بعضه البعض أولا لأن فاقد الشيء لا يعطيه ونحن منطقة أصبحنا فاقدين السلام مع النفس السلام مع إسلامنا السلام مع غيرنا هذه حقيقة لابد أن ندركها وأن نعلن عنها وأن نضع لها الإصلاح الحقيقة الثانية أتوجه بها إلى الغرب الغرب نحن هنا على أنفسنا فاستبحنا الغرب لا بد أن يدرك الجميع الشرق والغرب أن نعرف أولنا أغلاطنا ثم نعرف كيف نتعامل مع الآخر وندرك عظمة هذا الدين في النصف القرآن الكريم القرآن لا يقول يا أيها المسلمون ماذا يقول يا أيها الناس يا بني آدم لابد أن ندرك مغزى ومعنى وفلسفة النصف القرآني عندما يتوده للإنسان أو إلى بني آدم ولقد كرمنا بني آدم لابد لهذا الخطاب خطاب الأخوة الإنسانية التي تمتلئ بها مواقف كثيرة في القرآن وفي السنة وأن نصدرها للناس طيب أحديثي أنت تعقبت فضلي نعم سيدة آمنة اليوم في شق مهم يعني ورد بهذا بدعوة شيخ الأزهر شدد على ضرورة صنع السلام بين رجال الدين أنفسهم وحضرتك ذكرت هذه النقطة يعني فاقد الشيء لا يعطيه أن يكون هذا السلام وهذه الجهوزية بالتالي لتحضير الآخرين بين رجال الدين أنفسهم إلى أي درجة هي مهمة نعم أنا أحيي فضيلة الإمام على أن وضع يده على رجال الدين في المنابر وفي المساجد أنهم عليهم أن يصدروا هذا النداء القرآني وهذا النداء الإنساني وهذه الأخوة الإنسانية ولنا فيها رصيد عظيم سواء في النص أو في ممارسة الأوائل في كثير من الحقب الزمانية أود أننا يعني نرسل هذه الرسائل ثم سوف نرى رد الفعل إيجابي بالتأكيد لأن الإنسان إذا عرض طريقه القصير إلى أخيه الإنسان من أي لون من أي عقيدة من أي جنس سوف تصل لأن الإنسان مهما بدأ منه القصور وبدأ منه العبرفة لكنه في لحظة ما إذا رفعنا هذه اللغة الإنسانية سوف يستجيب اليوم أو الغد أو بعد الغد نعم بهذا الإطار سيدة آمنة سؤال أخير بمقال نشر حول هذا الموضوع خلال يومين الماضيين حل موضوع إسلام المعتدل وأهمية نشر الإسلام المعتدل قيل بأن مشكلتنا في الدول والمجتمعات الإسلامية لا تعود بجوهرها إلى الدين بل إلى الفهم الخاطئ له من هنا مرة جديدة أهمية هكذا دعوات من قبل أماكن دينية عريقة وخاصة في ظل محاولات داعش وغيره من الجماعات الإرهابية بتشويه الصورة المسلمين نعم نعم يعني هؤلاء الدواعش من أين خرجوا؟ خرجوا من ديارنا ومن أين أتوا؟ أتوا من أقطارنا لابد أن تكون هناك مواجهة واضحة قوية عصية وأن هؤلاء الناس لابد أن يعرفوا تمام المعرفة أن الله فرض علينا الوسطية لأننا ديننا الإسلامي ونبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام ختم الرسالات السماوية ولذلك جاءت الوسطية عندما تؤكد في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أنا ما اخترتش وأنا حدثك اخترتش ده الله سبحانه وتعالى الذي يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس وليه؟ لتكونوا ويكون الرسول عليكم شهيدا صحيح شهدتنا على الناس لابد أن نرقى ونعرف مدى أهميتها أمام مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من القاهرة أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر الدكتورة آمنة محمد نصير ترجمة نانسي قنقر